شهر الله المحرم شهر الحرم يسن صيامه كله او اكثره بس في اهم صيام صيام يوم عاشوراء وصيام يوم عاشوراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسب على الله لمن صام يوم عاشوراء ان يكفر الله عنه ذنوب سنة قبله يبقى ذنوب السنة اللي فاتت كلها اتمسعت بس الصيام عاشوراء على ثلاثة مراتب الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى قال نحن احق بموسى منكم وامر بصيامه فكان اول صيام فرض في الاسلام كم فرض صيام عاشوراء فرض نسخت هذه الفرضية بعد فرض صيام رمضان وصار صيامه سنة احنا بنقول ان التالت مراتب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم العاشر ثم قال لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع لأصومن التاسع والعاشر وكان يحب مخالفة اليهود ثم ثبت الحديث صوموا يوما قبله ويوما بعده او صوموا يوما قبله او يوما بعده فبقت تلت مراتب انك انت تصوم يوم عاشرة لوحده تكفر عنك الزنوب سنة او ان الافضل انك تصوم تسع وعشرة التاسع والعاشر او الافضل المرتبة التالتة الاعلى ان تصوم تسعة وعشرة وحداشر يوم قابل ويوم بعدين